استقبل سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الانسانية وشؤون الشباب سعادة السيدة جابرييل كويفاس بارون الرئيس الفقري للاتحاد البرلماني الدولي بحضور سعادة السيد عبدالله الزين مدير عام مكتب ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الانسانية وشؤون الشباب وفي بداية اللقاء أكد سمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مملكة البحرين وبفضل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه باتت تمتلك تجربة ديمقراطية عريقة مبنية على أسس متينة أرساد عائمها جلالته أيده الله مشيرا سموه أن رؤية الملكية والفكرة المستنير من قبل جلالة الملك المفدى حول مملكة البحرين حول مملكة البحرين إلى مملكة ديمقراطية دستورية حديثة وأضاف اسمو شيخ ناصر بن حمد الخليفة لقد باتت المملكة تمتلك تجربة برلمانية رائدة على المستوى الإقليمي والقري والعالمي بفضل دور البرلمان في تشريع وسن القوانين المختلفة التي تهم مملكة البحرين في جميع المجالات وأن مملكة البحرين حريصة على التعاون مع اتحاد البرلمان الدولي والعمل المشترك بما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين من جانبها قالت سعادة السيدة جابريلا كويفاس بارون أن المتتبع لمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين يدرك تماما قوتها وعراقتها بفضل اهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومشروع جلالته الإصلاحي الذي رسخ مبادئ الديمقراطية في المملكة مؤكدة على أهمية التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات البرلمانية وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر